اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظام ألا عز الأجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مغالغ أبواب السماء للفتح بالرحمن إن فتحت وإذا دعيت به على مظائق أبواب الأرض للفرج إن فرجت وإذا دعيت به على العسر لليوس تيسرات وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرات وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء إن كشفات وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوب وأعز الوجوب الذي عنت له الوجوب وخضعت له الرغاق وخشعت له الأسوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبي قوة كالتي بها تمسك السماء أنتقع للأرض إلا بإذنك وتمسك السماء والأرض أنتزولا وبمشييتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي سنعت بها العجائل وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليلة سكنا وخلقت بها النورا وجعلته نهارا وجعلت النهارا النشورا مبصرا وخلقت بها الشمسا وجعلت الشمسا ضياءا وخلقت بها القمرا وجعلت القمرا نورا وخلقت بها الكواكبا وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينتا ورجوما واجعلت لها مطالعه ومجاره وجعلت لها فلکه ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فاحسنت تقديرها وصورتها فاحسنت تصويرها وحسيتها باسماء كإحساء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وصورتها بسلطان الليل وسلطان النهار وصورت وعدد السنين والحسار وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدا واسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غماء من نور فوق طابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الواد المقدسين في البغعة المباركة من جانب الطور الأيمان من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي سنعت بها العجائب في بحر سونك وعقدت ماء البحر في غلب الغام كالحجارة وجاوزتا ببني إسرائيل البحر وتمت كلمت كالخسن عليهم بما صبرون وعرفتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين واغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظام الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عن عليه السلام في طور سيناء والإبراهيم عليه السلام خليلك من قبله في مسجد الخايف ولإصحاغ صفيك عليه السلام في بئر الشياع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيتئين وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاغك ولإصحاغ بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللدعين بأسمائك فاجبت فاجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على غبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننتبه على جميع خلقك وباستطاعتك التي أغمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغل لها الأرض وانخفضات لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبار وسكنات لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبي سلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في الثماوات والأراضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبغت لأبينا آدم عليه السلام وضريته بالرحمن واسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعله دكان وخر موسى سعغان وبمجدك الذي ظهر على طور سينان فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين و جنود الملائكة الصافمين و خشوع الملائكة المسبحين و ببركاتك التي باركت فيها على إبراهيما خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله و باركت لإصحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام و باركت لعقوب اسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام و باركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وضريته وآمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نجهده وآمنا به ولم نره صدقه وعدله أن تسلي على محمد وآل محمد و أن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما سليتا وباركتا وترحمتا على إبراهيما وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد و أنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء و بحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفرني من ظنوب ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مونة إنسان الساوء وجار الساوء وقرين الساوء وسلطان الساوء إنك على ما تشاء غديك وبكل شيء عليم آمين رب العالمين